مرحبا واهلا وسهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا البث القديد واليوم القديد اذا كنتم متابعين قناتنا في اليوتيوب اتمنى انكم ضغطوا على زر المتابعة والضغط وكذلك على زر اللايك عشان تنشر القناة لاكبر عدد ممكن الفيديو اليوم هذا الفيديو راح اتكلم فيه عن طريقة او الخطوط التقارية اللي يعني الافضل انك تتخذها عشان تقمع الذهب او الدولار الاسباني او الدولار الذهبي او العملة الذهبية اللي تريد تسمي هذه هي العملة الذهبية اللي راح اتكلم عنها والطريقة الافضل بالنسبة لك بالنسبة للتقميع وبالنسبة للعب عشان تقمع اكبر قدر ممكن في اقل وقت ممكن واقل قهد ممكن اهم شي لقهد ان يكون اقل ما يمكن لانك بس خلينا اعمل للمصانع عندنا عندنا كم مصنع مليان وعندنا كم مصنع قريب من انه يمتلي هنا اه طيب الفكرة انك لا تطلع وتقمع المواردة وتقمع هذه العملة الذهبية في رن واحدة دائما حاول انك تقسم الرن مالك اكثر من مرة فقسم الماب قسم القسم الاماكن اا لاكثر من اا خرقه فبالنسبة لي افضل طريقة بالنسبة لي عاد انت اذا تريد تتبعنا او انه يكون عندك اا طريقة مفضلة اخرى اا شي راقع لك انا اا انزل على الزنزانة اا اتقى اول شي للرقم هذا اخشاب دوبواء بعدين مرة ثانية سانت ايميلي ارجع لدوليس لبستيد وارقع لمنسق لامب اا لامبا ومن ثم ارجع الى هالسانت اين هذي الرن الاولى الرن الثانية اطلع من هنا مخزن الاخشاب تسيفو معادن تيمبي ارجع لغون كوهونانا من ثم الى تانجونا فوق لمنسق اا روفي اا تقدر اا ترجع مرة ثانية لهنا سيترانا وردين لخليق بالسيد والى سانت اين الرن الثانية هذي خلصنا على كل هذه المناطق اعرف اني ما ذكرت اا شي قافو شي قافو ارجع لها من الخانة الافريقية او من نضم لهذه الرن الثالثة ابدأ من هنا نزولا الى اخشاب تانكازو هوفو خوفو اا مسبق معادن سادقو انزل الى تينينة تاون رقوعا الى فونديري رويل جراند والى سانت اين هذي الخط اللي اتبعه الى حين ما عندي كثير في افريقيا فما اقدر احدد بالضبط الخط اللي اريد اتبعه بس مثل ما تشوفوا هنا عندي لفل سيكس هنا عندي لفل فور هنا في态 وفايف فالخط ما لي اللي بيكون جاي من افريقيا بيمر بهminute اكيد هذي وهذه وهذه امشي من النص وانا ارقع لهانا塔ين او ان ارجع من هنا وسانت ين بس هنا المشكلة اللي عندي لو تشوفوا الماب هنا انك تلف السفينة كثير فافضل ان mam保 في هذا الخط الخط اوسع وافضل اه بعد اه كيف الماب اللي انا راس منها اه في عقلي كيف بتكون الماب اللي انا راس منها في عقلي انزل على كما اه كالمانجروف اه حصن جوبو بنداري وانا رايح لفوق لحد ما اوصل الى اه هنا هذي بخليها لرن اخرى اه من بعد ويكون رقوع كذا فحاليا بيكون رن لحد ما اوصل هنا يعني بعدين بيكون لحد ما اوصل هنا بس حاليا بوصل هنا ارجع لي اه شيقافو وامر من الوسط لحد سانتين هذي افضل طريقة انك اه تقمع اه تلزم بها تتبعها وتخلص في اسرع وقت ممكن اه هالا نهاية المقطع راح نزله على اليوتيوب فاذا كنت ما متابعني اتمنى انك تتابعني تضغط على زر الايك اه كذلك في بث لايف يكون على التويتش اه بشكل مستمر فا اه هناك اثنين اه بشكل مستمر كل يوم من ساعة سبعة ونص لحد الساعة تسعة بتوقيت مكة المكرمة اه ايام سبت واحد واثنين وثلاثة واربعة بعض الاحيان خميس وقمعة بس اه اغلب الاحيان لا اه هنا تكون نهاية الفيديو اه تمنى انه يكون قصير وعقبكم ونشوفكم في فيديو اخر شكرا